قال رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جينيف إن الحكومة تضع مبادئ وقوانين حقوق الإنسان على رأس أولوياتها خصوصا في ظل الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تضع الحكومة مبادئ وقوانين حقوق الإنسان على رأس أولوياتها خاصة في ظل الحرب التي أشعلتها وتستمر في تأجيجها ميليشيا الحوثي الإرهابية إن موقفنا في الحكومة هو أن صون حقوق الإنسان وحمايتها جزءاً أساسياً من التزاماتنا أمام شعبنا بسلام عادل ومستدام ينهي سياق الحرب ويعيد الأمن والسلام لليمن